نجم كبير جدا من نجوم الكرة المصرية ونجوم المصري البور سعيدي والحقيقة دي أيام المصري لأنه قرار كان ربما مفاجئا أو كان طريقة الإعلان عنه كانت مفاجئة وهو برحيل الجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام حسن والموسم لسه متبقي في بعض الجولات فكيف ينظر إلى مستقبل المصري بعد موسم ربما ارتاح فيه نسبيا على مستوى الطموحات ولكن بيبص للجاي كمان على مستوى اللي بيفكر فيه وإزاي يتغلب على المشكلات اللي ممكن تكون وقفته شوية من هذا الموسم وبنتكلم هنا على الكابتن حسام غويبة نجم الكرة المصرية ونجم المصري منهر الدنيا كابتن حسين بنا خليك هاني أنا سعيد أن أنا أكون معك مرة تانية وشرف لي أكون موجود هنا في قناة صد البلد وفي برنامج الماتش ده شرف كبير لنا منهرنا منهر الدنيا أنا حتحوت يعني حبيبي منهر الدنيا يا كابتن حسيني أخبارك إيه؟ بنا خليك الحمد لله حبدأ بآخر موقف وهو طبعا المصري مقبل بكرة على مباراة بترول أسيوت في الكاس ولكن إقالة الكابتن حسام حسن والكابتن أبراهيم حسن والجهاز المعاون شفت إزاي القرار ده وشفت إزاي الكواليس اللي دفعت ناحية القرار ده طبعا أولا أنا طبعا باستغل وجودي معاك ومنبارك المتشاب بشكل كويس إن أنا عايز أقول إن أنا ببارك للكابتن أو الدكتور ميمي عبد الرازق زميل العمر وزميل الملاعب وأخويا الغالي طبعا تربين سوا الله يبارك فيك وبدعمه أنا وكل زميل الكدامى اللاعبين من غير ما أذكر أسماء يعني كلنا في ظهر الكابتن ميمي والدكتور ميمي شخصية جميلة وشخصية محترمة وشاطر فاهم ربنا وفقه لأن طبعا المهمة بتكون ثقيلة لما أنت بتيجي بعد حد ليه اسم مظبوط حسن مش هننكر أو أحد يقدر يتكلم في أن هو اسم كبير لعبا ومدربا فأنا بتمنى للدكتور ميمي كل نجاح وتوفيق إن شاء الله هو وجهازه اللي معاه بإذن الله إن شاء الله إن شاء الله هنتكلم عن الفترة اللي جاية دي عن الدكتور ميمي تحديدا فعلا لكن نرجع بقى لقصة الكابتن حسن حسن لكن لما نجي نتكلم على قرارات لازم كل الناس تحترم القرارات بمعنى مثلا أنا ببقى ماشي في الشارع أو أعد في مكان الناس بتقول يا كابتن ينفع كذا وبيلومون أنا يعني أنا عايز أفهم أقول إن في ناس مسؤولة عن النادي المصري الجميع العموية هي اللي جايباها مجلس إدارة محترم منتخب بكوادة قيمة كبيرة زي مستر كامل أبو علي هم أصحاب القرار في أي شكل وفي أي منظر وفي أي صورة مجلس إدارة دا أو أي مجلس سابق قبل كذا فالنهاردة ميبقى فيه فعل بيواجهه رد فعل دي أمور طبيعية تماما بتمنى إن هي ما تبقاش دي تعمل انقسام واحد يبقى مع القرار واحد ضد القرار لا إحنا مع النادي المصري النادي المصري مصلحته فين؟ أنا واحد من الناس من أبناء النادي المصري أنا وكل زميلي وراء مصلحة النادي المصري طيب وترى إن قرار الانفصال كان من مصلحة النادي المصري في المرحلة الحالية؟ لأن وصل الطريق إلى حتة التحدي أو حتة إن ممكن يقف فيه غلط بين طرفين وصل مجلس الدارة إن فيه خطأ وقع فيه إبراهيم حسن بتصريحاته؟ بتصريحات في قناة عندك إنه يمكن تقريبا صح؟ مظبوط مظبوط وبين الكواليس في غرف الملابس تكلم على مجلس الدارة يعني فطبعا أعمل عقوبة وده أمر طبيعي حد بيخطأ بياخد عقوبة لأن شيئنا أبينا إن جهاز فني بيعمل من خلال مجلس إدارة مجلس إدارة بيعمل من خلال جماعية عمومية مظبوط وهكذا إعلان العقوبة كان أمر غريب شوية؟ لا عادي لا هقول لك على حاجة النهاردة أنا الناس كلها عارفت حاجة معلنة إن مجلس إدارة تم الغلط فيه اه اتشتم يبقى بيقابلها إن نعمل عقوبة مستترة هو المئتين ألف جنيه اللي بتاعت الكابتن إبراهيم حسن دي كانت مش بس عشان التصريحات كمان كان علشان فيه غلط في الإدارة فيه غلط في الإدارة آه ده الكلام اللي وصلني تمام عملوا الغرامة طبعا إبراهيم يعني أو إبراهيم وحسن مش هيوافقوا بالكلام ده بالغرامات دي أنا زي ما حسن موافقش بغرامة الفار الفار عليه هو غرامة جاي من الاتحاد أربعة تلاف يورو مئة ألف جنيه مضبوط زائد مئة وخمسين ألف تقنية الفار نفسه يبقى كلها تقريبا مئة حاجة واربعين فطبعا دي بردك عارف انت اللي هو النار تحت الرماد هو كان مستاء الكابتن حسام حسن إن دارة المصري ما دعمتوش في قصة الفار دي ولو على الأقل بتظلم يعني مجرد تمام فثابته هو في المواجهة إنه يصرف أو يدفع الفلوس دي فهو برضو كان هو واضح إنه العلاقة كانت هو تصرف شخصي مفهوم هو تصرف شخصي من حسام حسن تجاه اتحاد الكورة أو تجاه الفار نفسه مفهوم ماشي فهو هنا العقوبة وقت على حسام حسن ما وقعتش على النادي فالنهاردة لو كانت العقوبة وقت على النادي والنادي مو تظلق مظلوم فيها هيحصل تظلم بس حتى لو عنصر من عناصرك تتظلم له مش هتتفعله تمام بس تتظلم ليه ماشي مش مشكلة بس يعني الأكيد بشواهد إن حصل الموضوع ده حصل يبقى النادي مصري هيعمل تظلم ليه بس فهو الموضوع وقف عنده هنا إنه فيه غرامة وخلاص أي ثم ثم بقى جيت الكصة الكبيرة في دغموم دغموم حصل النقاش وحصل تمتش أسوان اه بالضبط وحصل تلفز وألفاز بين حسام حسن واللاعب اللاعب بناء عليها تكلم مع النادي والمدير التنفيذي إنه عايز عمل مذكرة وعمل مذكرة شرح فيها كل الأخطاء واللي حصل بينه وبين حسام حسن فطبعا ما ينفعش يعني مع احترام الكامل حسام وإبراهيم قيمة كويسة في الملاعب المصرية كلاعبين وكمدربين لكن النهاردة ما يحصل خطأ زي ده يعني أعتقد اللازم أليه رد فعل ولو ما حصلش رد فعل يبقى ما فيش مجلس إدارة فمجلس إدارة كان لازم ياخد موقف والموقف إنه هو ينهى يعني الموضوع فيه انفصال في المعاملة أو في التعامل كمدرب أو كمدير فني ومدير كورة مع إدارة النادي الموضوع كمان زاد بزيارة هما بين للمحافظ للمحافظ طبعا المحافظ قال كلام محترم جدا